حدثنا سفيان حدثني منصور عن خاله مسافع عن سفية بنت شيبة أم منصور قالت أخبرتني امرأة من بني سليمين ولدت عامة أهل دارنا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة وقال مرة إنها سألت عثمان لمدعاك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت رأيت قرني الكبش حيث دخلت البيت فنسيت أن أمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي قال سفيان لم يزل قرن الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترق هذا آخر حديثي اشتركوا في القناة